طبعاً أنا سعيد جداً أن أنا موجودة النهاردة أتكلم على الواحد من أولادي أحمد عبد اللهدر وإن شاء الله دايماً بإذن الله نتكلم دايماً نادي الأهلي محتاضٍ أولاده دايماً نادي الأهلي يتبهر ويع�ه المترجم للتفضيل سنه بين 10 و 11 سنة كان لسه هو كانت أكاديميات المنصورة وبعدين كنا عاملين انتقاء للعيبة المميزة فيمكن استثمناه هو من الناس اللي هي من أكاديميات المنصورة يشتغل معنا في أكاديمياته الكاهرة على طول لكن كان فرع الكاهرة ده كان هو الفرع الرئيسي بالنسبة للأكاديميات فهو كان من ضمن الناس اللي احنا جبناهم يكونوا موجودين عندنا في فرع الكاهرة في مدينة نصر بصفة مستمرة اشتغل معنا بشكل مكسف اشتغلنا عليه بشكل كبير جدا هو الولد ما شاء الله من صغره هو كان عنده بريط للنجومية كلنا كنا مستبشرين فيه خير انه ان شاء الله هيكون في يوم الأيام لعيب مميز ويضيف للنادي الاهلي وده فعلا مع الوقت يعني أثبت بشغله وباكتهاده هو من صغره عنده ميزة مهمة جدا أنا باعتبارها من أهم صفات لعب القرى شخصيته وثقافته وما بتكلمه على الشخصية والثقافة ده دي حاجة مهمة جدا لها بكورة شخصيته هو مش من نواية العيبة اللي هي بيسمع كلامه خلاص اللي بيبقى عايز يسمع عن قناعة لازم تقنعه لازم بيسأل لو مش عارف يستفسر ودي كانت ميزة احنا كنا بحباه فيه مش مجرد ان انت بتقول لعمل كذا بيجي عامل وخلاص لا كابتن طبعا بعمل كذا لو حصل كذا فدي كان كمان ميزة عنده في شخصيتهم بين منصوره ان هو الولد عنده هدف وعنده طموح وعقليته وعقلية لعب كبير ان شاء الله مبشر بالخير وما بتكلمه على الثقافة كمان الثقافة بتاعته ان هو دايما عايز يعرف كل حاجة خاصة بواجبات مركزه وخاصة بالواجبات اللي مطلوبة منه هو من زمانه احنا حاسين فيه ان هو ان شاء الله بإذن الله يكون في يوم الايام نجف للنادى الاهلي والمنتخب مصر ان شاء الله كنا دايما على فكرة على تواصل حتى هو وهو مسافر كنا دايما على تواصل دايما بالرسائل بنتطمن على بعض متابعه اول بقى وكان بيبعات لي بعض اللقطات في بعض الاهداف اللي بيجبها هناك يعني حتى في الفترة اللي هو كان بنسافرها برا كنا على طول على تواصل انا هو دايما كان يهمني ان انا اتطمن عليه بشكل مستمر هو كان كمان لو كنت يغيب عنه شوية كان بتلاقيه بيتصل بيتصل هو كابت ان ايه الاغبار كزا الاغبار كزا انت شايف ايه اقوله لا انت ماشي بشكل كويس خالي في زمان يعني كان فيه تواصل بيننا وبين بعض فالحقيقة انا بعتز بيجب جدا بيه وبتمنى له ان شاء الله بيذن الله ان هو يرجع بيته الاهلي ويكون متعلق لانه ده مكانه الطبيعي انه يكون نجمع من فولنا ده الاهلي